ومشكلة أخرى كمان للأسف خليني أحكيها القادي العميان يعني عميان أعمى يقود أعمى كلاهما يقعان في حفرة ودايما في سفر الأمثال تسمع صوت الحكمة تنادي يعني حتى متى أيها الجهال عم تتكلم عن الطريق لكن يصرون إصرارا ويلحون إلحاحا على إنكار يسوع المسيح طب السؤال بعدها بأسألهم طب هل في شيء ما يخجل أو يحرج أو شيء فعلا أنك أنت بتنكس راسك أنت أمام شخص كامل طب إش معنى مش عم تؤمن بالشخص آه لأنه هذا لا يتوافق مع السياسة فأنا الدين تبعي مغلف يعني السياسة تبعتي مغلف بالدين فبكره الغرب وبكره كل شخص مختلف عني وبكره الشخص وبصل على فكرة ما هو هذا طريق بصير أكره الشخص اللي من نفس ديني لأنه مش نفس معتقدي وبكره حتى اللي من نفس معتقدي لأنه مش ماشي بالتطرف تبعي لأنه طريق العمى يقود إلى عمى طريق الدم يقود إلى دم وطريق يعني الخطية يقود إلى أردأ من هو نجس فليتنجس من هو بار فليتبرر أكتر قال يسوع المسيح للمتدينين أيها الجهال والعميان يعني في أكتر من هيك تسمية الرب يسوع بيذكر بعدين بوبخهم المشكلة الرياء يعني طب ما تيجي للمسيح اللي بيفتح العيون اللي قال أنا هو نور العالم أنا هو نور الحياة أنا الذي أستطيع أن أفتح العيون سيروا في النور مدام النور معكم زمانا يسيرا لا رفض وإسرار طب يا عم دينك والنبي وكله إيش أعطاك شو قدمك هل حررك هل وراك شيء متفوق خارج هل الحياة الأخلاقية تناسب المجتمع اليوم ولا مرفوضة طب شمعنا الناس بتتبع هاي نوعيات بتتبع القوة بتتبع العنف بتتبع كل شيء مناقض لتعليم الله أحبى الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة فبيتكلموا بالدين لكن من جوة نجاسات مثل ما بيسميها الكتاب خطية الرياء ممثل عم بيمثل عن الناس والمشكلة أحبائي في العهد القديم أن الشعب المفروض يكون نور ويكون شهادي لكل من حوله لكن لاحظ حتى السبب الرئيسي أن الله بعتهم لسبي بسبب القيادة القادة العميان قضاتهم أو رعاتهم أضلوهم أتاهوهم في أرمية خمسين آية ستي وهكذا في حسقيال 34 ويل للرعاء رعاة إسرائيل ألا يرعى الرعاة الغنم فبيتكلم عن الإهمال وبيتكلم عن أنه ما فيش الاهتمام الروحي في الغنم وفي الرعية واليوم أحبائي العالم كله بيتخبط في الظلمة المجتمع في الغرب يتيم يعني أنت بتكلم على جيل كامل يعني أورفن جينيريشن يعني جيل يتيم تخيل 40% اللي عنده أولاد مش من زواج مش من عهد بناموا مع بعض وبيخلفوا مش عاوزين أبعد عننا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر وبعدين اللي متزوجين بيطلق وبتزوج وبتزوج وبطلق وهكذا لا تكلم بعدين بنستغرب على عم نخلق مجتمع وفي الشرق حطينا الدين هو الصورة بتاعتنا طبعا الدين عم بعمينا وعم بيقودنا للضلال وعم بيخرب بيوتنا وبيخرب حضرتنا ومجتمعاتنا والناس عم بصارت تكذب وصارت ترشي وصارت تدغش وصار كل يعني من الكبير للصغير بطل في صالح في هذه الأيام لأنه قيادة عميان إذا الإنسان ما تفتحت عينيه في نور الإنجيل المكتوب عنه أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل بقوة هذا الإنجيل قوة الكلمة تفتح العيون ألم يصل داود أو في المزمور مكتوب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي ألم يقل فتح كلامك ينير يعقل الجهال ألم يقل الكتاب أنه الكلمة هي نور ألم يقل الكتاب المقدس أنه يهدي خطواتك من خلال النور شريعتك جعلتني أحكم من كل أعدائي لأنني بوصياك أتفطن ألم يقل كتاب اكشف عن عيني فأرى عجائبا عجائب من شريعتك فإذن العملية بتحتاج مش لإصلاح ولا شوية ترقيع ولا شوية ترميم العملية بتحتاج لتغيير جذري عملية خليقة جديدة خلق إنسان جديد فمشان هيك السؤال وهذا سؤال يسوع حتى متى حتى متى لا تبصرون ده النور بقول أنا هو النور وبرهن إنه هو النور ومع كل هذا الناس تصر أحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة